أعلن الحداد في خاركف ثلاثة أيام بعد وفاة عمدة المدينة هنادي كيرنس متأثراً بإصابته بفيروس كورونا كيرنس الذي أعيد انتخابه لولاية ثالثة في العشرين من أكتوبر الماضي تولى المسئولية رئيساً لمجلس المدينة الإقليمي في عام 2010 وبقي في منصبه حتى وفته المنية صباح اليوم عن عمر واحد وستين عاماً العمدة السابق كان قد نقل إلى ألمانيا للعلاج في عيادة شاريتي منذ سبتمبر الفائت بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا هذا وأعرب الرئيس بولاديمير زيلنسكي عن تعازيه لسكان خاركف ولأقارب وأصدقاء المتوفق